اخوتي و اخواتتي السلام عليكم كديري اتمنى تكونوا بخير وارزقكم سيدة ربي الفضل والتنسير محبا بكم معنا في قصة وفي حلقة جديدة مهم بلا ما نطول عليكم بلا ما نزيدوا في الهضراء والكلام هندخلهم مباشرة في اخصر التفاصيل جريمة اليوم القصة لهذا اليوم بتاريخ 30 في شهر 8 من عام 2015 بولاية البليدة في الجزائر بعد ان تعد الصباح الرجال الدارك الوطني في هذه البلاسة في هذه المنطقة تلقوا اتصال من عند بعض الناس ما يقولوا يقولوا بلقى واحد سيد مصفين له من الوارد حتى الوارد قتلينه وسط الدار دارك غيجهم هذا الاتصال مباشرة خرجت واحد دورية الحي اللي يعطوهم هاد الناس من اللي وصلوا وتأكدوا من صحة هذا البلاغ اول حاجة داروها سيدوا دك المنطقة كاملة بالشريط الاصفر حاوطوها بالشريط باش يمنعوا الناس والفضوليين انهم يقربوا لك الدار مباشرة سيدعوا الشرطة العلمية عطوا لهم باش يجيوا حتى هم يديروا خدمتهم خاصهم يعرفوا ملابسات هذه الجريمة خاصهم يعطوهم معلومات اكثر على الضحية دارك الوطني ما زال مكملوا حتى الاجراءات ديانهم يعني ما زال من هامكين في الخدمة حتى كيعلموهم الجيران والناس ديال منطقة في اللي الدار اللي مقابلة مع الدار اللي تلقى فيها الضحية كائنة فيها واحد المرأة حتى هي طايحة في الارض وغارقة في دمائيتها المرأة كانت مضروبة بزاف مجموعة ديال طاعنات ضربة بوجهها يعني شي حد معنفها فيها طاعنات في الصدر ديالها في البطن ديالها والحسن حدها قدروا انهم يعتقوها اجديرا اعتقوها في اخر لحظة كان واضح بليل حالة ديالها حالة خطيرة وخطيرة بزافة ودكشي علاش اعينقلوها بالزربة الاقرب سبيطار باش تلقى الاسعافات الاولية خاصهم يعتقوها باش تبقى عيشة ولكن احتمال لانها تعاوت نطل كان احتمال ضعيف وضعيف بالزرب المهم دخلوها انيشا لغرفة الاناش وبقتمة مدة طويلة في هذا الوقت هذا كانوا اضطرك سدو ديالك المنطقة اللي كانوا فيها دكجوش ديور اللي وقعت فيهم هذه الكاريسة هذه وتقريبا بقى الشرطة العلمية النهار كامل هي كالدين المعاينة ديالها في مصرح الجريمة كي يقلبوه كي يشوفوه كي يحاولوا يجمع الاديل الجنائية يجمع البصمات وتقريبا من قوخ الدامين حتى نصلي احتلت نجليل عاد يكملوا جميع الاجراءات دياله السؤال هنا هو كيفاش وقعوا هاتجوش حوادث في نفس الوقت كيفاش وقعوا في نفس المنطقة ولكن اللي كانوا متأكدين من الدرك هما ان هاتجوش بهم مرتبطين يعني عندهم علاقة مع بضياتهم واكيد ولا نقولوا بنسبة كبيرة عاد تكون مرهج حوادث قصة طويلة قصة متشعبة وباش احنا نعرفوا الاسباب اللي ادت لهذه النتيجة هذه نخليوا القصة هنا ونرجعوا بالاحدات شوية لور خاصنا القصة بدوها من الول دياله تقريبا ما بعيداش بزاف على الدار اللي يلقوا فيها الضحية كانت كتعيشت مع واحد البنت ميتها صالح بنت ضريفة متخلقة وقع الناس كيعرفوها وكيشهدولها بحسن الخلق ديالها والتربية الميتالية بنت اللي عمر لي هدها صالحة هي البنت الوحيدة اللي كانت عنده واليدها صالحة كانت عزيزة على أمها وعزيزة على أبوها الواحد درجة كبيرة كانوا مهرلين فيها ما مقصرينش من جهتها مهم ناس بوساطة اللي في جهدهم كيديلوها معاها ولكن للأسف اكتاب على الأم ديالها أنها تموت وهي مزال صغيرة رات قريبا فاش شفت مها كان عمرها ما بين 12 حتى 13 عام ومعيدوش بالزاف ديال الوقت اللي وفاد ديالمها حتى لقى تباها تزوج بواحد المرأة عرفوها عليه غير صحابه وجاب هاد المرأة كنها معها في الدار وعلى حساب الهضرة ديال الناس اللي كانوا كيعرفوه على حساب الهضرة الجيران كيقولوا بلي هاد سيدا ممزياناش هاد المرأة اللي تزوج بواق بيها بالزاب ومعروف عليها شاطا مطاوكا تخلق المشاكل ما بين الناس كتخلوض بيناتهم كتقيل تنمم في عباد الله المهم كانت ضايرة عليها الهضراب اللي مرأة ماشية له وأصلا هذا الشي اللي عيبان عليها يعني من الهيامة الأولى اللي عاد قلت مع الصالحة في الدار السيدة مازال ما تخلت احتبلاستها في دار راجلها احتولت كانت تغوت على الصالحة كانت تعمل معها خائب كانت ضربها كانت بدأت تأمر فيها ديالي هادي ما تديريش هادي ديالي أخرى وعاد المعيور والإهانة والجرأة والواقاحة وديما كانت تسيب لي أمها أمها اللي كانت عزيزة عليها وفاشك يرجع أبها من الخدمة كانت مشي تشكي عليه ضربني وبكاو وصبقني أشكا كانت تعاود له شنو دارت صالحة معاها وكيفاش كتتصرف معاها وفي الليرها ما كتسمع لهاش الهضراء صالحة كتقول ورا كتعير لي أمي مهم أبها وسط هذا الشي كانت مشي تكرفة على البنت كانت تعطيها قتلى دلعسة حتى البنت المسكينة ما بقى تقضى لاتشكي ولا تهضر ولا تحاول تقول له أي حاجة عارفة ما يدير وانه البنت وخاذ الحجرة هذي اللي كانت عايشة مع المدة بدأتك تولف بدأتك تتأقلم مع الوضع ولا تقدير داك الشي اللي كتقول لها مرة تبوح وداك الشي اللي ما كتبغيش ما كتديروش أصلا غيب زعمة باش تفادى الصداع وباش ترضيها وباش ما تبقاش تخلق مع المشاكل كان هذا هو الحل الوحيد اللي عندها حيث تحتالها بغا تتهج تهرب من دارهم البنت ما عندها تصد ما عندها تحتاج الراس ما عندها فيه تمشي لا أخ لا أخت لا عائلة اللي تهزها عندها غير الزنقة اللي بطبيعة الحال الزنقة ما غاديش يرحموها الوحوش اللي يتمها المهم قاد صالحة قال صابت طال وصابر على الظلم دين مرة تبوها قولت البنت دايرة بحل خدامة ولا أكثر قعمل خدامة مرة تبوها كتأمر فيها كي ما بغات كتتكرفس عليها وكتتسينها غيث غلط لكي تضربها وغيك يدخل البابها من الباب الدار كتتتتعرض له مراته في الباب وكتتبدأ تشكله من بنته شوف بنتك شنو دارت شوف بنتك شنو فعلت البنت ما كتتحشمش هرثت للمماعن دارت فعلت تركت المهم ما كتتسكول وخاف الحقيقة راه هي اللي كانت تكدير هاد الشيء هي اللي كتت هرث المماعن وكتسميها في البنت بالعاني بل زي ما تكرر رهبها فيها بقيتها تسيد على هذا الوضع فيما يرجع رجلها الضار كانت بقيتها تحرشوا على بنته حتى الواحد المرة بحل عدة ديالها السيد يدخل من الباب وهي تبدأ عليه بنتك شنو فعلت لي روحة تكون صالحة مدلت لتها حاجة خاصة تطيح عليها الباطل وربي كبير حتى الواحد اللحظة فينا تقولوا شوف أفلان أنا عنجيك من التالي عنجيك من الأخر كينة واحدة من الجوج يا أنا يا بنتك فضر وانت اللي غادي تختار ودابا واش نبقى أنا ولا هي السيد من اللي سمحت لها مش يضار فيها ولا بقيت فيها بنته الا السيد خاف تسمح فيها مراته خاف أنها تخرج من الضار وهذا الشيء ده اللي كان هزله لهم المؤمن في الأول بدك يحاول يهدنها يهضر معها بلتي هي أحسن زعمها باش ما تبقاش مع الصباح و باش تبدل رأيها من هذا القرار هذا اقول لها يدابا يقول لي كيفاش مبغيتيني نجري على البنت هذه رأيها بنتي من دمي ولحمي البنت رأيها بنت ما عندي فين بديها نخرج هذا الزنقة ما نقدرش نجري عليها شنو بغيتيني يقولوا علي الناس وشنو بغيتيني يقولوا الجيران وش على الأخر يامي بغيتيني بدأ يشد فيها الهضرة يقولوا رأيها فلان نجري على بنته فلان غالبها مرته ولكن مرتها تقولوا شوف انت بلا ما تستطع رأسك أنا عندي الحل لها المشكلة هذه شنو هذ الحل ستقولوا رأينا كنا نعرف واحد عائلة عائلة اللي فيها واحد المرأة كبيرة شوية في العمر والراجل اللي حتى هو كبير يعني ناس اللي مسنين كبار في السن هاد سيداده ومراته زوجوا لهم كاملين من غير واحد الوعد اللي اسميته دحمان بل مشكلة باش هنا المشكلة هي كان عنده مرض نفسي خطير كل مرة كانوا كدوا السبيطة عربية كما يعالجوه كان دحمان مرة اخدام مرة مرة وديما كيدل المشاكل ديما كيددبز مع والديه بعض المرات كيدربهم وقال المهم والديه واخوته كانوا كي يعانيوا معه وحيث والديه كانوا ناس اللي كبار في السن ناس اللي هلكهم المرض كان خاصهم شي بنت اللي تقابلهم وتقلس معهم في الدار بنت زي ما لأساس النطيب تصبت تقابل الدار وتعطيهم الدواء دي لهم في الوقت وفي المقابل سيخلصوها وما سيخلصوها وما سيخلصوها حتى شي خير يعني في كل شهر سيبقوا يعطيوها شي باركة باش تشريدك شي خاصة المؤهم هذا مراتب واهر مراتب بين صالحة تقول راجلها ما نبالك نصيف طول البنت عند هذه العائلة أولا نتعلم منها وكما كان لحد أردت الماء غادرت تعيش حسن من هنا وعادت تخلص من الفوق وهو أخاها في المسخة ما بنته بحالي لما كان بغير سيفطها تخدمة عند الناس ومش يخلي مراتب على خطرها يقول لها اببها خليني بعدا نفكر شيامات وذلك الساعة غادرت ذلك وبالعاني قالها غير باش ينسياف هذا الموضوع ولكن مراتب لمفكاش من اللي شاهدت ذهب الشهر الأول ذهب الشهر الثاني هو أدخل الشهر الثالث السيد باقي ساكت باقي ما حضرش الموضوع لأنه يصيفط بنته لهذه الناس هنا ترجعتنا كده عليه عيشته المراتب ولات معيشها في العذاب ديما كتتخلق المشاكل كتدبز معها على صالحة كتتكرفت عليها هي حتى في الأخر قرر يدير الخاطر لمراتب ويخرج بنته يصيفطها عند هذه العائلة سبحان الله قاعدك المعزة اللي كانت عزيزة عليها بنته السيدة غير تزوجه الصافي قلت مرته هي كل شيء في حياته المرأة هي الراية هي الشوار قد تقوله شنو يدير شنو ما يديرش والأسف هدرها واقع واقع اللي كيعيشوه بالساف دين الأولاد وبالزاف دين الأبنات قاعد اللي كتوفال أمه اللي كيكون باقي صغير اللي كينود الأب يتزوج ويجيب بشي مرة أخرى كتتكرفسلوا على أولاده كتتعيشهم في العداب طبعا الحال ما كان عموش مش يكون شيئا الناس طوبوا حجر وكي ما كينن بنت الحرام كينن بنت الناس وبنت الحلال اللي كيعتبروا ذلك الوليدات بحال وليداته وكيتالله فيهم وكينن غير اللي كتتدخل للدار ما كتتنى حتى كتشتتلي هشم كاته اللي حتى يبغى تدير أولادها من اللي كتدير الأولاد كتتفضلهم على أولاد المرأة الأولى وكينن ما كترتاه حتى كتجري لذلك الأولاد ديال المرأة اللي ماتت أو تطلقت تخرجهم الزنقة كيتشرده مهم هي مش يشغلها ولكن فالشي كامل المسؤولية كاملة كتبقى على عاتق الأب كتبقى على رقبزه حيث ذكر أولاده هو اللي يخصحن فيهم كتر من مرة أخرى اللي ما عندها بهم حتى سيلة قرابة مهم لا يهدي مخلقه صرف صالحة أرضات بالأمر الواقع ما عندها مدين جمعت حويجاتها ومشت تعيش عندها هذه العائلة والتي هي اللي مكلفة بالدار هي اللي كتقابل الحاجة وكتقابل المرات كتوجد لهم الفطور كتدلهم الغداء مكلفة بالماء بصابون بكل شي راه كتدلهم الماكلة حتى لبيتهم كتتعطيهم الدواء وكانت مهلية فيهم حاسبهم بحال عائدة وخولدهم كان كيتكرفس عليها كيغوت عليها بالذات ما كانش كتدي عليه كانت تصبر وكانتسكت أصلاً ما عندها مدين كتقول اللهم ما هذا الهم ولا العيشة اللي كانت عيشها مع مراتبها كان مريض نفسي مستطي عنده الأعصاب بعض المرات يكون ساكت مديها في حتشة واحد مكالمة أهاني ممكن يكون شربته أو بعض المرات يقول العكس غير يشوف صالحة ينقي عائرها يساب فيها بعض المرات يضربها وخالبنت كتدو صغير طرف طرف عاديها التساء ما كتتحضرهش نهائياً بشي وقيته كيه يجريب بوحديته كيبدأ يغوت يهرس وكيضرب بعض المرات يعني كل مره وكيفاشكت كل حالة دياله كل مره واشنه كيقوله راسه مهم اللي كان مصبر صالح عليه هو التعامل دي الوالده معها الوالدين كانوا كي عاملوها بحال بنته كي عاملوها أحسن معاملة وحتى هي كانت دي لهم حال وليدها اللي حرماتها الحياة منهم مهم دازتها موجاتية صالحة كانت تعودات على الروتين ديال هاد العائلة بقوها كاك حتى لوحد نهار في عدجي الأخت ديال ديال دحمان جاد زي ما باش تضيبواها وما يقضيوا شي غرض على الأبرة شي غرض إداري فهذا الوقت خلت بنتها الصغيرة اللي كان في عمرها خمس سنين معها صالحة خلتها معها فضل فهذا زي ما مادديرون جيهاش على الأبرة والنيت والصالحة على ما يرجعوهما فعلا قاد صالحة تلعب مع البنت الصغيرة في الدار حتى الواحد اللحظة فيها يدخل عليهم نحمان السيد دخلوا مع السبب بالدرجة كبيرة كان بحل شي وحش يقضي 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 الموعد يلضع بالله حتى شي سبب واحد شوية يوقف ويبدأ يشوف صالحة سيشوف فيها بجنب بنص سعين حتى يقصدها نيشان وعيجرها بزز منها البيتو هنا البنت كانت تغوط ربي اللي خلقها ولكن للأسف ما كان حتى شي واحد في الدار اللي قدر يعتقها أو ينقضها منه كانت غير البنت الصغيرة بس كانت ما عندها ماددير المهم الأحمان تعدى على صالحة وهددها يلمشت غالك شي حاجة من هذا الشي اللي وقع سيصفها سيصفها وهذا الشي اللي كان صالحة مسحت الدموحة غسلت وجهها وسكتعت هي أصلاً ما كانش نويات عاودة هذا الشي اللي وقع لها طبيعة الحال حيث خايفة منه لا يزيد يتكرفس عليها أكثر ولكن والدي يغيد خلو البطار مشت عندهم البنت الصغيرة كتجري خايفة وعاودت لهم قاعدة الشي اللي وقع بالضبط قاعدة الشي اللي شافت بعينها يعني شنو در خالها بصالحة كيف فجرها وهي كتبكي وكتغوت ودخلت ستعليها في بيته لأبغي سمحة عدرة مباشرة فهم شنوقها أعرف باللي ولده تساعدت على صالحة ابوها مغطاش عليه منساش الموضوع ما دارش عين ميكا فهموا بالعكس بقاكي تسنن غير يرجعوا للطار وغير جاء بدك يتبزمها قالوا شوف خس كدابة تصلح الغلط ديالك خس كدابة تزوج بالبنت تحمن ما عنده مشكلة لكن تصرفوا تزوجوني باش ما بغيته قالوا بقاكي ما عنده مشكلة تزوج بها البنت عارفة المرض طياله عارفة الحالة اللي ديالهم في الطار ما كانش هتقبل تزوج به كما كان دار هذه كفضيحة مع مرها تزوجه مشاهد الحاجة ومراته عند عائلة صالحة وطلبوها من ابوها زي مع الأساس أنها مجاوي يخطبوها لولده المشكلة هو ابوها ما أعطا شهر صفور صحة يفكر مباشرة ووافق قال لي يوم البنت بنتكم أنا ما عندي ما نقول وخاحته هو كان عارف بأن السيد مريض والسيد يشرب بضوها وعارف بأنه عنده حالة نفسية خطيرة يعني الولد ما كانش ولد عادي لكن وخاها كاك ووافق تزوجت صليح عبد الحمان وهكا تنى منها ابوها ومرات ابوها يعني ذاك الشي اللي كانت تتمنى مرات ابوها هيا في الأخر وصلت ليه المؤمن من بعد زواجها صالحة حرجعت مرة أخرى سكنت مع هاد العائلة ولكن هاد المرة ماشي كاخدامه وإنما كعروس على الولده ولكن ذاك الشي اللي كانت تقديره في الأول كانت تقديره في التالي من بعد أيام هتلقى الزواج زادها مسؤولية كتر زادها ضغط كبير وعاد تحيد لها ذاك المبلغ دي الفلوس اللي كانوا كيعطيوها كل شهر وزيد على هاد الشي دا حمان فيما كيسين يخدمتوا في القهوة ورجع للدار كي يقول لي حاضيها غير هي مقنطها كي ينقر عليها يغوت عليها وهاد الشي غير فاش كي يكون شارب دوها أما عندما كانت شاربه هادك حاجة أخرى ديك ساعة صالحة إلى الدارس غير شي خطأ أبساد لديها شي حاجة معجباتوش ديك الليلة كيدووزها عليها كحلة كي يهرس اليها الضار كاملة كي يردها كاملة زرقاء بالضرب حتى المسكينة ولا تكتخاف ولا تكتكره أنه يصل ليل ويرجع رجلها الضار ما كرهتش رجلها يبقى ديما في الزنق مهم ما تشوفش كماتو في مرة كثرة ما كان زلع في هالرعب ودلت سنين على هاد الزواج هذا رجل هاد حمان بقى كيمهو ما تبدلش نهائيا وغيباش تعرفوه كما يسحب لكم صالحة بوحدة اللي كانت تعاني معه لا حتى والدي كانوا مكرفسين معه لواحد درجة كبيرة من غير المرض اللي عندهم كان زايد عليهم حتى هو حتى هو بدك تسطيعوا ذلك الهبال اللي كانت يدير معه تخيلوا معي إلا ما دلوا له خطره ولا مثلا عارضوا في شي حاجة يعني ما بغاوش يديروا له ذلك شي اللي يبغى كيدربهم كيدكرفس عليهم المسخوت كيدربوا والده ابواهم كيبقوا يتععدوا منه دي ما كيتفاداوه واللات غيكة تحت ضلمة كيتلبوا من صالحة تحط لهم العيشة على بكري أي حاجة صوبة حريرة أي حاجة كيشربواها بالزربة ويدخلوا بحالتهم ينعسوا باش ما يتلاقوش مع ولدهم فاش يرجح وبعض المرات والدي غيك يحسوا به قربوا الباب ويدخلوا الضار كيتعمدوا يديروا راسهم ناعسين اي باش ما يخلقش معهم شي مشكلة وينوضي الدمز معهم او يضربهم في النصاصات الليل كانوا كلهم كيخافوا منهم ولدهم هو اللي بحال صعصاء ديال الضار نعم حيث مراد كانوا والديه كيعدروه كيقولوا ماشي الخطره السيد راه المرض دياله والدي دياله هجي واخا كان مكرفس عليهم واخا هكاك الكبدة العدوه كيبقى فيهم ولدهم المهم كانوا يحاولوا ما امكان انهم يتجنبوا اعلاش باش ما يقرضوهاش فيه باش ما يضربوه مش ويسخطوا عليه يعني كانوا هاد الوالدين عايشين في العتاب وماشي من واحد اللي براني من عند ولدهم كبدتهم اللي مندمهم ونحمهم حتى صالحة مسكينة كانت حال ساحالة كانت كثار من الحالة ديالوالدي هي ما كانش عندها القدرة باش ما تهرب منه دخل بيتها تنعاس وباشتفادها او الدراسة نعسا خاص دحما منه يدخل الدار يلقاها فايقة يلقاها كتسنة بزز منها تتحمل غواته تحمل صدعه كيف ما كانت الحالة ديالو وكيف ما كانت الحالة ديالها عود كان خاصة تتحمله يتنادخل ويلقاها نعسا كي يجرها مبلاستها كي يخرجها على بره وكي يبدأ يشتفادها صالحة بقعت عيشة في الاعداب مع رجلة ودرجة تقول لها كل نهار كي يضربها وكي يعنفها بلا حتى شي سبب من فوق هذا كامل كان كي يغير عليها لدرجة كبيرة ومشي غير عادية غير مرادية أتخيله باللي كان كي يمنحها تشي لأي برات البنت ما كانت تخرج ما كانت تدرج وما كانت تهضر ما كانت تشي واحد ويلجوا عندها عائلتها لجوا العائلة وما هم شي راجل أرى ما كانت تدخلش عندهم حتى تسلم عليها كان فرض عليها قوانين وقوانين ما كانت تسهلش دي ما كي يدلها المزاجون حتى في اللبس ديالها هو اللي كي يقول لها شنو تلبس وشنو ما تلبش المهم السيد كان كيتحكم فيها واحد طريقة ماشية دية كان خانقها دية لبسها وخادش دية كامل صالحة تشوف رأسها ما عندها مادير ما عندها اللي يحميها ما عندها الأوليدين ولا أخوت اللي يوقفوا معها ويجيوا ويوقفوا عند حده كانت تكتثتنا غير إمتى يجي شي حد ينقضها من ذاك الوضع اللي عايش فيه طبيعة الحق شكونا هيقدر ينقضها هو أبوها ولكن كيما أكتلكم أبوها هنساها في خطرة بحل ما أمر كانت عنده شي بنت اسمتها صالحة فهات السنين كاملة يعني فهات السنين اللي داس على زواجها تخيلوا باللبها ما أمرو جدق عليها في الدار ما أمرو قال لها كده يا ابنتي كيفاش عايشها واش مرتاحة مع الراجل ولم كرفسها واش ابنتي محتاجة لشي حاجة زع ما يديرك أي أب كي يبغي ابنته وكي يحن فيها اسخل لها بعدها كتافها قدام رجلها أسف هات الشي ما أمرو داله الأب مع ابنته صالحة سنين هو ما كيسوجش فيها وهات الشي هو اللي مخليها تحني الراس وتصبر للظلم دي الراجلها مهم كترة ديك الحجرة اللي كان كي حجرها رجلها رحتها من عجوزها وشيخها كانت كتبقى فيهم بعض المرات المساكن كي يبقى ويبكي وليها كانوا ديما كيتلبهم منها اسماحة حيث هم السباب اللي خلاها استقر في ديك الدار يعني هم اللي يجوجوها بدك دك المسخوط ديالولده المهم ده السنين وولدات صالحة الولد المراهل والثاني والثالث والحد الساعة ده مان باقي كما هو هو المعاملة دياله خايبة مع الناس كاملين ما شغل مع مراته هو هكا كدير في هالسنين اللي دازو للأسف كان ببقى توفى وهنا فينا يزيد ده مان التسلط دياله حيث في الوقيته اللي كان ببقى نازل عايش كان شوية كيدير بحسابه وبعض المرات كيخاف منه جعل ولكن من اللي توفى وولدت مسؤولية كاملة عنده هنا ايو اللي دير ما بغى لا في مراته ولا احتف الأم دياله واحد اللي لا يدخل واحد اللي لا يدخل وعي لقى صالحة كتعطي الامو الدواء قبل ما تناس فهذا اللحظة بالضبط سيقول المو بها الطريقة الوالدة انت رح تكررها اعطات انت جال وقت في تمشي لدار العجازة ولكن انا ما عنديش وقت باش ندكت وذلك الشعل ننضج محويجاتك وخرجي سيري بوحدتك مو من اللي سمعت هذا الهضراء في الأول ما تتشعر قلت ارا غير معصب ارا غير زايد عليها الحال ارا ربما غد وخلنا نشوف الوعي دياله وذلك الشعل كان يدخل وخرج في الهضراء كما مؤلف احتمرت انك ساعدرت فيه قلت له ايش محش متيش تقول لأمك على هذه الهضراء امك رأيها كبيرة مريضة ما هي الهضراء التي تقولها ولكن السيد كان يهضر من نيته يعني ماشي معصب ولجته الحالة كما توقعت أمه السيد كان عارف ما يقول وعارف ما يدير وعارف ما يخرج على فمه مزيان وفعلا مرتح احتخرجت أمه من الطهر جمع لي احويجة كاملة ولحمت الزنق طبيعة الحال مراته ما تقبلتش هادش هنا قلت له استئيلة مشت احتخرجت أمك حتى انا غدي نخرج معها ديكسة ضحمان ما عطلهاش جرها من شعرها طيحة في الأرض وبدك يفساريها برجلها صالحة كتغوط ربي اللي خلقها ولكن ما كين حتى شي واحد اللي غدي يعاونها ديكسة أمورها قاسة على براف البرد جرع عليها الأم اللي شفت ولدها ما غاليش يخرج عندها الدار يدخلها يعني يخرج البرد يدخلها عاود الدار ومسكينها ما عرفت فين تمشي ما عرفت فين تعطي الراس رابقاتها كاك احتاجها واحد من الجيلة لكنسة كنحداهم ودخلها باش تبات عندهم ديك الليلة وغير صباح صباح شدت المرأة الطريقة عند بنتها ومن هاد اللحظة واللات صالحة عايشة غير هي ودحمان في دار وحدها موليداتهم الشيخة وعجوزتها اللي يدافعوا لها ما بقاوش الشيخة مشى للقبر عجوزة مشى تعدد بنتها وليداتها اللي صغار ما يقدروا يديروا والو وخادموا عناز والضرب والعنف اللي كانت تعرض له صالحة قادت صابرة على قبل ولادها كانت مركزة على حاجة واحدة تقاتل مع ولادها باش يقراوا يخدموا خاصهم يبدلوا حياتهم الأحسن حيث اللي تكتشوف باللي القراية هي الأمل الوحيد اللي تقدر تبطلهم حياتهم تحت عتبة الفقر مع السيد هذا ما كان عندها ووالو بصرف قليل بزار كانت كانت تعيش في قلة شي الحواجر ما كانش للدرجات كانت عندها جلابة واحدة وكانت عندها ببيجاما مقطعا هذا شي اللي كانت تكسب يعني الحالة صعيبة ديال بالصح من اللي وصلت خبارها لواحد عمها عايش في فرنسا من اللي اسمع بالوضع اللي عايش فيه بنته وولادها بقات فيه عزت عليه ولاك شي لاش مش شاشرة لها الحواج هي وولادها ووصفتهم لها مع مراتهم اللي كانت هابطة للجزائر في ذاك الوقتها داك الصيف صالحة من اللي وصلوها هذوك الحواج طارت بالفرحة فرحت بهم بزاف أخيرا شي حتى تفكرها ووصفت لها حويجات جداد حويجات اللي مع مرها ما لبست بحالهم ديك ساعة عطت لولادها قلست هيا وياهم يقيسوا 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 هادي يحيدوا الخراير بسوا هادي ولكن في ذاك اللحظة بالضبط تخلي عليها رجلها السيد من اللي شاف الباليزة على قدها عامرة بالحواج جداد قلت لها من يجا تكال الباليزة هذه هنا قلت له صيفتها لعمة داك حمال من اللي شاف عم صريحة صيفت له الحواج غير لها هي أو لولادها شاف رأسه هو ما تفكره بحتي شي شروطة ما صيفت له تزاكاده السيد تسخط كراه غار قلت له لشي صيفت له كذلك ما غير نسي ولادك صواب هذا عندهم وانا فين من هذا الشي كامل علش ما تفكرونيش هناش عيدير ديك ساعة هزدوك الحواج كاملين بلا ما يتردد خرجهم لوسط الدار وشعل فيهم العافية شعل العافية بقى يتفرج وبدأ يسخن عليهم هذا الشخص كان سادي ديكتاتوري بمتياز شخص لي ما فيه لا رحمة ولا شافقة ما حن لا في ولاده اللي مصلبه يعني ولاده اللي عارف بأنه ما عندهم ما يلبسه ما رحمه مش ما حنش في مراته المهم في هذا الوقت هذا كان صالحة ولدت مع دحمة سبع ديالولاد ما فهمش ما فهمنش وغادة كتبرز في الولاد الفقر والضرب والعنف والعيش الحارة وغادة كتولد معه مهم كما كتعرفوه كل ما كتزادوا الدراري كتزادوا حتى المصاريف ما حد دراري كيكبروا كتزاد احتياجات دياله المدخول على قتل حد بحكم ان دحمان كان خداما في واحد القهوة تماما وحالا جيتي تشوف كيف ما كانت الخدمة اللي يخدمها مع سبع ديالولاد ستتغلب خاصه يزيد شي مدخول آخر المشكلة هو ان مع الوقت الراجل هيوقع عنهم مشكلة هيجريوا عليهم الخدمة وهنا فيها يقول امتيتي منيني مقابل غيصة ليحفظ دار شنو درتي شنو ما درتي شلع شهادي لاشدك كاس محطوط المال لاشدك طاب سيد ما مغسوش ونجير نهارك كامل فوق راسها السيدة ممسوقاش لهذا الشي كامل بحالا كتصبت ديجانكتور ما كتبقى تسمع ما كتبقى تشوف المشكلة اللي اللي عندها حاليا هو المصرف ما بقاتش الفلوس حتى هي مكينة ولادك تخمم هزلها من ولادها درجة توصل بهم لحال كانوا ولادها بعض المرة يقرسوا 24 ساعة بلا مطح النعمة في كرشا مع الوقت يرجعوا ضعاف ضعاف العظومة بينا بسبب سوء التغذية هي وراجلها وولادها الكبار كانوا قادة يصبروا ويتحملوا ولكن الوليدة الصغر ولو كي مرضوا لدرجة واحد المرة واحد من الوليدات الصغر اللي كان في عمره 4 سنة في الوقت اللي كان كيلعب كتامهم واحد اللحظة اسخف وطح للأرض طح على وقفته صالحة ودحمان من اللي شافوا وولدهم في ذلك الحالة قالوا صافي الولد مشا الولد مات تكسى حزوه مشاو كي يجريو به للصبع الطعر كي يبكي وكي يغوزو دحمان وخا كان قاسح تقافيه وولده لدرجة كبيرة السيل وخا كان مزعزع خمدوز اليوم الحرب ولكن في ذلك اللحظة كان باين عليه الخوف على وولده ما بغيش ان نتوقع له شي حاجة لقدر الله هنا في عبدالله براسه زي ماحة ما خدامش وما كي يجيب لهم شي ما يأكله هاد الحادثة اللي وقعت لولدهم خلال الدحمان ياخد واحد القرار ما صير في حياته قرار اللي عيقلب له حياته 180 درجة مهمن بعد مداز وشيامته وقاس كيفكر مع رأسه مشا عند مراته وقال لها صافي ألقيت الحل أنا قررت نخرج نجيب الفلوس بأي طريق صالحة من اللي استمعت راجلها كي يضرب هاد الجيد ديه وشافته كيفاش بان عليه انه كي يخبم فولاده تقاو فيه السيدة علانيتها قلت لورا أصلا هاد الشي اللي خاصك تدير خاصك تعريع لكتافك وتخرج تخدم على وليداتك توكل على الله وخرج قلب على ختمه وان شاء الله معي يكون عيال خير أنا متأكدة باللي عاد تلقى خدمه في أقرب وقت ولكن دي حمان عيقول له لا حقي الله بين عليك ما فهمتين اش ماشي هاد الشي اللي أقصد أنا رفكرت في واحد الخطة هاللي عاد تخلينا انتهنا من الفقر في مرة واحدة معمر الفقر وزلط عيعاودي دور بينا مراته قتلية حتى احنا مكره هناش وشنو هي هاد الخطة اللي عنديرو بها لاباس السلعالي عيقول له باللي لغتلي عن هالزولة دي بسبعة وعنمشين سعابيهم حدا الجوامه وكل مرة سننذهب للبلاس ومشي مرة واحدة ستوبات ومرة واحدة جوامع مهم كل مرة نذهب للقنس ومن المتعرفين أن تذهب للمدن لكي لا يعرفوني ما الناس لكي لا تنوهم مرش مرة أمشي الولايات عنابة مرة أمشي الولايات وهران وهي غادة مرة أمشي الولايات صالحة غير سمعت هذه الهدرة وهي تشد فرصحة سيدات صدمت تخلعت طبيعة الحال ما ما رضعتش ما تقبلتش هاد الفكرة كيف هاش عيدي لها أولادها اللي بغاهم يقرأوا ويتوضفوا يمشي سعابيهم شي حاجة اللي بكت تخش الأقل عيات ما تحلف عليها باش ميديهم قلت له الدريبة نزلك يقرأوا واش بغي تحبسهم من قرائتهم واش بغيهم يديروا هذه الحرفة دي السعية معك ولكن هو يقول لها سيكوني هانية انا هذا الشي كامل درسته وخططت لهم زيان فكرت فيه حتى واحد من الولاد كمان حبسهم قرائته أنا قلت لديهم غير في الويكاند وفي العوطار يعني في الوقيتة اللي ما يكونوا اشقارين وفي نص النهارات اللي كيكون عندهم عشية خاوية كانت الخطة يديهم مع الفجر يقعوا النهار كامل في الزنقاء كيسعوا احتى المور العشاء ديكسا عاد يرجعوا للدار وش نهارات مثلا عندهم عشية خاوية اي واحد اللي مقارش يديه سعبها مرته درت ليفجدها باش خليه يتراجع على ذقارة ولا على الاقل إلا بغي يسعى يمشي سعب وحدته ولكن واهله يتكي ما كان عارفه الحمان كي يدير ذاك الشي اللي قال له راسه واصلا ما كانش كيبغيش يحد يتناقش معه في القرارات دياله عاد جي صالحة اللي كاقية اللي يضرب فيها تقول له لا ما تديرش هاديك ولا ما تديرش الخرب واشفنا ضرب ما يسمع لها كان باين بالليف اللخر هاتسكوت وعد خليه يدربها ودك الشي اللي كان وفعلا دك الشي اللي يوقع صالحة ارضات بالأمر الواقع حيث يا اصلا من هذا زوجت بيه ما عندها مدير الله غالب ودك الشي اللي وقع من بعد يومين نضح مان في جواه الفجر نوض ولاده باش يمشيوا معه في ذاك الوقيتها كان ولاده ما كان يقراوش ذاك الوقيتها كانت عندهم العطلة ديال الصيف المهم ذاك الساعة شدوا الطريق ومشاول الشوارع القبار اللي كان في المدينة وبدأوا يطلبوه وكي يعلمهم كيفاش يطلبوه قول هادي ما تقولش الأخرى الناس من اللي كانوا كيشوفهم في ذاك الحالة خصوصا أن أولاده بحكم ضعف أرقق بزاف العضو ما كيبانوا فيهم بين عليهم سوء التغذية والفقر وقلت الشي كيروفوا عليهم كيدوروا معهم كيعطاهم الفلوس بحال لأنهم قريمة ديال الفقر عيف وجاههم بقاوت قريبا لمدة ديال شهورهم على ذاك الحال دا حمان لما كان عنده احتدرهم يجيبوه أو لو عنده السيكان ديال الفلوس في الدار غيب السعية السيد فتح كونت في البنكة الشراجوجته مبيدات حتى من الدار اللي كان ساكن فيها أردمها كاملة وعاود بناها من جديد بناها في الأرض اللي ورتها لابها السيد دارت عنده الفلوس السيد من الفقر أو لو كان يبيوه يشرف العقارات السيد أو لو كانت ضايرة فيه الفلوس بخير وخاهكات الحالة لا تسبيت دا حمان هو دا حمان باقي يضرب مراته يعنف فيها والنصروف باقي يناقص واخرج من الأزمة خرج من الفقر اللي كان فيه السيد لم يفعله لا يفعله لا يفعله لديك شيء اللي يحتاجه السيد لا تسبيت بقى هو هو المهم في السنين لحد الساعة ما زال دا حمان يسعب ولدته كان غير يوصل البلاسة الملفين يتفرقوا منها يقول لولاده في العشية أن يطلقوا واحدة الطموبيل كان كل واحد فيهم يشد شارع بوحدته يبقى يخيط فيه يديه ويجيبه في الليل عود يرجعه يطلقوا واحدة الطموبيل ويرجعه في حالتهم دارهم وبعد المرات حتى صالحة كانت تمشي معه ولكن هي لم تدور ساعة يبقى سد لها دي حمان في الطموبيل ويجعل النهار كامل تمام بلا ماكلة بلا شرعة نهار على نهار ولاده الكبار محدهم يكبروا ويقولوا كيف يفقوا ويوعاوا على أن هذا الشيء الذي يدير فيهم باباهم رغم ما صحيح الولاد بقوا يحشمون هذه الخدمة ما بقوا يرضى كيف يشوفوا رأسهم دابا ما محتاجينش ومن اللي قالوا لباباهم بللي ما بقواش يخرجوا معاه يخدموا هذه الخدمة ما بقواش بغني سعب باللي هذا الوقت هذا يركزوا على قرايته ما بقواش محتاجين زعمه ديك فلوس يدير بقواش المشروع يخدم خاصهم يركزوا في القراية باش يجبوا نقاط مزيانة في نظاركم كيفاش كان تردت الفعل دابا ديك الساجر عليهم ديك ساخرجهم للزنق بهذه الطريقة كان يحاول يضغط عليهم باش يتراجعوا لهذه القارة ويرجعوا يسععوا معه ولكن ولاده كانوا مصممين على حضرتهم وخجر عليهم ما تنازلوش يوليدات ملكا كي وصل ليل كيتخرج لهم هم السوارت ديال الطموبيل باش يدخلوا ينعيسوا فيها على حساب البارد والصمرة يدفاوز عمال داخل الصباح بكري قبل ما يفيقباهم كيخرجوا من الطموبيل ويمشيوا يتخباوا في شي بلها صخرة احتاكي يبال لهم بواهمش الطريق عاد كيدخلوا للدار عند مهم الاب كان معيشهم في احد الرعب اللي ما يمكنشي واحد يتخيله بحل داك الهبال ديال بكري فوقت الزلط عاود رجع لي ولا اي واحد منهم اللي يلقاه قدامه يلقاه في طريقه كيضربوا كيزبقوا كيحيع لي ولاده في داك الوقت ديال الفراغ ديالهم يعني باش يعاونوا رأسهم كانوا كيخدموا كيضبروا لاشيخدمات بحلقة خلق أوضاع اللي كانوا كيعيشوا فيها الصعيبة مع امورهم سمحوا في قرائته بالعكس كانوا مصرين باش يقراءوا تحت اي ضرب امهم كانت كتوصيهم ما لعدش كتكون القراءة اللي اعتعتقوا دحمان من اللي شاف ولاده الكبار اعطاه التساء وسمحوا فيه وشاب اللي المدخول ديال الساعة قلال السيد اللي كيتلب بوحده بحلة نومر الناس اللي كيعرفوه ما قلوش كيبغوا يعطيوه انه مشى عند مرته وقال لها مادام ولادك سمحوا فيه مادام ما بقاوش باغن يسعوه معايا واصلا هو مكبر وما بقاوش صالحي لهذه الخدمة داكش علاج خاصة انت اللي تنوضي تسعي معايا او تعاودي تولدي لي شي والد ولا جوج اللي ينخدم بيه منها يعاونوني ومنها يتزاد حتى المدخول ديالنا السيد سعب لورها بجوج بقنية غيرها يجي وولد فيما بغيتي بازة ما يخدم بيهم يسعب بيهم هنا مرته قلت له واش انت بعقلك النوض نولد لك باش انت تتخدم بيهم باش انت تتسعى بيهم من اللي شافها مصرر على رأي ديالها من اللي شافها ما بغاش قال شوفي انا ما ولدتيش عامش نزوج بمرة اخرى عامش نجيب عليك الضرر وهذا اللي عام نزوج بيها تولد ليش هان ما بغي تديل الدراري جيب لي الدراري جيب لي البنات اللي نخدم بيهم ونعمر بيهم شكار ديالفلوس وانتي ولادك ما عاد شوفي منيح التاري وانت تلك الساعة شوفي باش عالتري هو كان دايلولاده بحل مشروع تجاري كيدخل به الفلوس كيدخدم به ما يمدى اول مفهم ديالالولاده بالنسبة لي وخاجر اللي عاد الهضرر صالحة مدتها شفية عاد تقول له نوض خدم نوض على الرأي لكتافك نوض خدم كي سيادك سيادك يمشي وخدم مش كي يمشي ويساعد ولا بغي تتزوج سياد جوش وحتى هو ودره لعلك دفمه مش عنده واحد البنت اللي ساكنة غي تسمى احداهم البنت اللي كتعرفهم بزيان وقال لخصيني تزوج بيك شنو كهو هي شرطة عليها باش يطلق مراته شرطة عليها عود باش يخرجوا أولاده الكبار بشوش بهم عاد قبل تزوجه من غير هذا الشي ما يحلمش يتزوج بيها مهم اللي رجع للدار وقال لها صالحة مراته حتى هي قبل تطلق قلت له مرحبا مطلقه ولكن ممكن نتأكد بالدار ليس لنخرج منه ليس لنخرج لنا لأولادي يعني أنت اللي ستخرج انت سيردبر على رأس انت وهذه اللي عاد تزوجه ماهو سيتدير قرر انه يمشي كريل هاد السيدة اللي عاد تزوج بيها كما كان عارفو الدار اللي كان بناه في أرض بقاء راه حتى هي باحة ولكن هاد البنت ما قبلت له الكلام بغا تكون في داره قلت له مراتك وولادك هم اللي ستخرج وهذا الشيء اللي يجعله دحمان يدير بالنقص من هاد الجوي جاقع ديك ساعة تخلص قراصه تخلص قجواه وتكماش أرضى بالأمر الواقح وكمل حياته عادل ولكن المشاكل ليله ما غاديش يحمسه هنا في واحد الليلة الولاد الصغر من بعد ما رجعوا للدار دخلوا البيت عند أمه قالوا لها بالليل قبواهم قلت في الطموبيل مع شمراء ومن اللي تقعوا عليه ما بغا شفتح لهم الباب خلاهم في البرد ده الرأسه زي ما ما كعرفهم مش جاه بدك يقول لهم سيروا أوليداتي الله يسهل عليكم سيروا الله يسهل زي ما بحلهم ما جايين يسعوا وهذا الشيء كامل حيات مرضاش بهم قدام لك المرأة اللي كانت معها في الطموبيل صالحة من اللي اسمعت هاد الخبار هتفقصت ديال بالصح ماشي زي ما غارت عليه ولا شيء عجبها كلها تفقصت على ود وليداتها علاش يعاملهم بهالطريقة المهينة قدام هاد المرأة هدي علاش مرضاش بهم في الاصل هو اللي مخرجهم يطلبو المهم في ديالة سكتات صالحة بما قلت الراجلها حتاشي كلمة من هاد شي اللي يعودون لها أولادها خلت حتى الغدلة حتى النهار الثاني فجد حمان زي ما ينوض أولاده الصغار باش يمشيوا معاه بحل العادة أنا صالحة أعتمنعوه قلت له والله ما دي شي واحد حلفت وقلت له والله ما يمشي معاك شي واحد تقول له مادا ما لقيت المرأة اللي غادا تولدت لك سير عندها وبعدلية من ولادي هنا في عاية تسيف عليها دي حمان شدها وبدأك يضرب فيها بحل ديما من بورها بدأك ينتفلها شعرها كامل ولادهم ليشفهم مهم في تيك الحالة قوكيبكي وهنا في عايزي تحلف عليهم بدأك يحلف ويقولوا مالله مش هتقرب ليه هشي واحد فيكم شي واحد حاول يفكها عندي له كتر منها مهم بقاك يضرب فيها احتعطاها واحد ضربة الراس خلات صالحة طاحت في البلاس الدم بدأك يهبطلها من راسها دي حمان من ليشف داك المنظر قدامه من ليشف القادية والله فيها الدم القادية المرأة غدا تموت فيمشي لحبس تخلعها هو أصلا كانت عنده فوبيا من الدم بكيحملش يشوف الدم ديك الساعة مشكي يجري عاية الجاره اعطاه السور ديه الطموبيل وطلب منه باش يدينه مراته السبيطار وفعلا جاره هو اللي هز مراته ودال السبيطار والحسن الحد صالحة قدرس انها تفيق في الطريق وما هي من اللي وصلوها للطبي من اللي شافها وخيط لها جرح اللي كان فراسها من اللي اعطاها الدواء من اللي عاين الجسم ديالها عرف باللي هذا المرأة كتعاني من العنف الأسري راجلها هو اللي كيدربها انا الطبي بقال لها شوفي شوفي اللي يردع لي كابنتي من اللي احسن ديري شهادة طبية وخليها عندك يعني وخاما بغش كبراج الكذابة ما تخسري والو لا خبيتيها عندك ديريها وخليها تحتك حدث مع الوقت تقدري تحتاجها من بعد وفي عندك شلوق صالحة دارت شهادة طبية كيما تصح الطبيب وفيش كانت راجعة مع جرها للطار القد حمان واقف كيتسنهم على برها هنا في عسو الجاره يقول له لماذا تحطلتو السيد علانيتو يقول له صالحة كانت تقدير شي شهادة طبية وهذه الشهادة هي اللي عطلتنا شوية تحمان غيس مع حضرها غيس مع الشهادة طبية عرف باللي مراتو بغدر به شكاية عند البوليس ديكسي عرجع للطار بشانيش على بسقة قل لها جبدي ديك الشهادة قطحها بيديه وعاود ضربها الرأسه عاود بدكيزة طبية لها برجله في البلاسة اللي يلا تخيطت فيها فتح لها الجرح من الأول عاود تاني يرجعها للطار وخيطوه لها شوف الظلم كيدير الظلم بعيني بقى تصالحة صابرة على هذه المعاناة كاملة كايتقول وخيطر فيها الرجل الليدر المهم هو أولادي صغر ما يخرجوش يسعى وما يضربني تكرفس عليها ما بقاش مشكل أصلا الحمها مات خاصها أولادها يكملوا قرأته قلت له ياك درسي الفلوس درسي الطموبيل درسي قاعدك شي اللي بغيت توصل ليه علش بقي بغيت سعى ولكن هو مدهش فيها قال ده بارهام ريضا خليها تلتاح هذه الليلة ومن بعد نتفاهم معها وفعلا هذه الليلة لم يهضر معها نهائيا خلحت هذه الثلاثة يام وغير وصلت لوقيت هذه الفجر أرجعها للعدد ياله مشفيق أولاده لكي يخرجهم ولكن صالحة في هذه اللحظة ناضط وقفته في الباب صافي هنا ووصلت له هذه اللحظة هتقول لأولادي والله لا أخرج من هذه الباب والذي في جهدك يديره السيدة لم تفكت معها ديك الساعد أحمان سيخرجها هي أولادها لوسط الدار وعيس تدع لهم البيوت كاملا ولكن لا يضغط عليهم سيقول لهم عدوزه الصيف وش سفهة البلاس هي الضار الوسط دياله لم تغطيش لم تسقفش قال لهم قاعد الفصول لكم عدوزهم هنا ودليها الكزمة لكي يضغط عليها تراجع وتعطيها هذه اللحظة هي أولادها وسط الدار السيد من اللي شاف لم يكن أمل من اللي يقطع لي من اللي شاف مراته لم تتعطيش الدراري هنا خرجهم من ذلك المراحل اللي كانوا فيه خرجهم من الزنقه قال في هذا الوقت كان دحمان في حالة هي السيريا السيد كان معصد درجة كبيرة السيد مكانش كي يشوف قدامه أخذ الموس ونجيبه وبدك يشرط الصالحة في وجهها كامل لم يكن ستدد لها ربعات طعانات في صدرها وفي كرشها المراحل بدك النازيف فقدت الوعي ديالها طاحت على الأرض ولكن الحسن لحد مدازوش تقلال احتعت فيق بدت كتحاول شوية بشوية توقف على رجلها المسكينة بقيت غادة وهي كالتمائل بقيت كتميل كتزيد كتقام حتى وصلت لدار جارته والحسن لحد أنها لقات باب الضار محلول دخلت للضار ولكن سيدة ما جاءت فين توصل لوسط الضار حتى طاحت على وقفتها في هذا الوقت كان دحمان تابع حقيقة اللي بليها في المشات فقا تابع الدم اللي كان في الأرض طابعة الحال السيد كان بغي يكمل عليها جارهم اللي شاف صالحة في ذلك الحالة بدك يغوط عليه قالوا المرارها ماتت أصلا سير في حالك المهم جيرا اللي كانوا حاضرا دك ساعة تصلوا مباشرة بالإسعاف وعلموا الدارك الوطني باش يجيوا يشوفوا هاد الكاريتة اللي وقعت وعندما يوصلوا الزعمال الدارك الوطني الجيران مشوك يضقوا على دحمان في داره باش يعرفوا منه نوقع بالضبط علاش دهر في مرط هاد الحالة يعني واش هو أصلا اللي دهر في هاد الشي ولا لا ربما قالوا يكون شي حدا جمع ليه وليس حد بغي يسرق شي حاجة وهو اللي يضربوا المهم الجيران كانوا مازال ما فاهمين والو ولكن من اللي دفعوا الباب ديال ديال ودخله عيد فاجئوا بدحمان مصفيها الرأسه من الواريد الواريد سيد مية توصد دار في هاد الوقت هذا بالطبط كانت وصلت الإسعاف ونقلت صالحة السبطة كانوا يحاولوا أنه ما يعتقوها أما دحمان كان مات المهم الجيران اللي هربت عندهم صالحة عاودوا للدارك الوطني ذاك الشي اللي شافوه وذاك الشي اللي حضروا عليه ولكن هم ما ما كانوش عارفين شكون دار في هذيك الحالة بالضبط واش رجلها ولا شي حد آخر لحد الساعة ما كانوش مأكدين يعني مفادوا الدارك بحتاش حاجة ولكن من خلال أقوال ديال الناس اللي كانوا يعرفوا دحمان وعرفوا صالحة مزيان عارفوا الدارك بليد حمان كان شخص حقار ديما كيدرب مرثو يالله جابها من الصبي طريق داك النهار كنشلخ لها رأسها كيحجر على أولادو كيدرب هم وهذا الشي اللي يخليهم يشكف ولدو الكبير كيقول ربما ولدو اللي في عمر عشرين عام ربما من اللي شاف موف ربما بقعت فيه وهو اللي مشصف ها لبوها وهو اللي يحب ها بالتعليق ولكن اللي بحث معها أكد اليوم اللي هو أصلا ما كانش حاضر في الوقت التي وقعت فيها الجريمة السيد ديك ساعة خدان وفين اللي يقلب ه تأكد من صحة الأقوال دي عارفوه ما يكذب لهم حتى الوقت كانوا الدارك لم يعرفوش السيناريو للواقعة لم يعرفوش نوقع بالضبط لم يعرفوش كيفاش حتى ماد حمان وذلك علاش قوكت سنة وحتى في قمرات من الغيبوبة باش تعاود لهم ش نوقع والحس الحض من بعد أيام قليلة فقط صالحة وشوية بشوية بدات حالتها كتحسن ومن اللي سولوا الدارك ش نوقع عودت لهم ذلك الشي اللي دار فيها رجلها بالتفاصيل المميل ولكن ستقول لهم اللي ما عارف ش كون دار في ذلك الحالة هي أصلا ذلك الساعة كان طائحة في دار جارها يعني هي غير وصلت لدار جارها فقدت الوعي وفشفاقت القطرات ها في السبيطر ولكن من اللي خرجت النتيجة تحليل اللي داروا على عادات الجريمة يعني ذلك الموس القوب اللي عينات ديال الدم اللي كانوا فيه كيرجعوا لجوج أشخاص صالحة وغراج لها دحمان أما البصمة اللي كانوا في القبضة يعني في اليد ديال الموس كانوا غير البصمات ديال دحمان بوحده المعلومات خلت دارك يعطي تفسير واحد له الجريمة هو أن دحمان من بعد ما طعان مرات من بعد ما قال صافر هتكون ماتت صافر همشي وينفذ في الإعدام من اللي رجع على داره بدأ يفكر في هذا اللي دار بدأ يفكر كيف قتل مرات و ماذا يقول عليه الناس كيف عيدوز حياته في الحافز ربما يقدر يتعدم ولا يدوز مؤبد طيقيين اللي وصولوا الناس دي يالترك المهم في الأخير خجدت صالحة مصبيطر جمعت وليداتها كاملة تقاتلت مع محتقر أولادها من بعد حصلوا على شهادات جامعية ولدها الكبير خدم في واحد الشركة ولدها الاخر هاجر البر أما بنتها فولت طبيبة يعني في الأخر ذلك اللي كانت صالحة كتمنى ووصلت بسنانها وعانت معهم بشي قراو وتشوفهم في أحسن المراتب المراتب لدرجة كانت تعتموت وهكاك ما همهاش الأمر والله خذك الشي كامل اللي دوز عليهم رجلها أرجع عليه غيهو كانت هذه القصة صالحة ودحمان والأغلب دي الناس الجزائر يعرفوها مزيلا وهذا القصة يعيشوها بزاب دي الناس وراكشتو المسلسل المغربي اللي دارف هذا الموضوع دي التسول احتلاف التسول المهم ما نعطيش الرأيدي نخليكم تكتبوا الأراء دي التعليق نختمو بالدعوات الخير اللي وليفناها لا يكتب علينا ما كاتب الخير لا يخرجنا من ضرع بالعيد لا يرزقنا حسن الخاتمة يجعل أخير نحسن أولنا ويجعل نخفاف دراف لقلوبكم ويرزقنا الصحة والسلامة وطلع مر والفلوس الحلال اخوتي اخوتي تتوزوا بخير تقود ان شاء الله في النفس الموحد صلى ترجمة نانسي قنقر